الاعلام السعودي طلع بايدن على المسرح وفرج العالم كله على الرئيس الامريكي وهو فاقد الوعي والاهلية وبدل ما بايدن يزعل من الاعلام السعودي ويحاول ان ينفي هزيانه وعدم ادراكه وعدم مسئوليته لانه بيأكد المقطع الساخر ولكن المغادي في الحقيقة السلام عليكم اكيد كلنا شفنا فيديو الصخرية من جو بايدن ونائبته كامالا هارس واللي تم نشره على قناة ام بي سي واللي تخطط مشاهداته خمسة مليون مشاهدة في وقت قليل جدا واللي تم استخدامه من قبل اغلب الصحف الامريكية سواء للتأكيد على المرض اللي بيعاني منه بايدن او الخرف اللي بيتم اتهم بايدن بيه ولكن كمان مش بس كده ده تم الحديث عنه من اغلب وسائل الاعلام الامريكية المؤيدة لبايدن واللي بتستخدم الفيديو كوسيلة للهجوم على السعودية مع الاشارة للعلاقات الامريكية السعودية السيئة جدا في الفترة الحالية ولكن يا دوب يهدى شوية الفيديو بتاع خالد الفراج علشان نلاقي مقطع فيديو تاني لبايدن ذات نفسه مايقل السخرية على المقطع لأول اطلاقا ونشوف كلنا بايدن بعد ما بينهي خطابه وهو بيحاول يسلم على الهواء او على شخص مش موجود اساسا في مشهد اكد كلام خالد الفراج ان بايدن فاقد للذاكرة والوعي والادراك والاهلية فعلا ولو بشكل مؤقت ده كان واضح جدا في الفيديو وقبل كده بايدن قال انه كان شغال دكتور في جامعة بنسلفانيا الامريكية مع انه عمره ممارس مهنة التدريس اول عمل الاكاديمي اطلاقا يمكن السخرية من بايدن مش هي القصة ولا تأكيد كلام خالد الفراج بعدها بيوم هي الفكرة ولكن الفكرة الاساسية هنا هو مين اللي بيحكم امريكا حاليا وازاي الرئيس الحالي بايدن فوق النقد وفوق السخرية منه وده اللي تقال في قناة فوكس نيوز ان بايدن محصل اكتر من اي رئيس امريكي سابق وانه فوق النقد تماما الحقيقة الكلام ده بيخليني افكر مع حضراتكم في مين هو اللي بيحكم امريكا حاليا واللي بسببه تم اسقاط ترامب بعد فترة رئاسية واحدة وهل اللي في الخلفية حاليا هو اوباما وفريقه السابق فعلا هم اللي بيحركوا الاحداث حاليا ولا في حد تاني اللي حصل ضد ترامب من تقييد وصوله لتويتر ومن حظر عرضه على وسائل الاعلام ومن كمية التضييق اللي تعقد لها ترامب على عكس كمية الحصانة اللي بيتمتع بيها بايدن حاليا تقولك ان فيه بالفعل مشكلة حقيقية في امريكا وتأكد لك ان اوباما وفريقه السابق هو اللي بيحكم دلوقتي البيت لابيض مش بايدن اطلاقا وتوضح لك كمان ان مبارر السياسة العدائية اللي بيقوم بيها بايدن تجاه السعودية في كل ازمات المنطقة وليه المملكة شايفة ان الابتعاد عن الامريكان بقى اسهل بكتير جدا من محاولة اضاعة الوقت في اصلاح العلاقات معهم السياسة اللي بيقوم بيها بايدن حاليا هي محاولة للنجاح فيما فشل فيه اوباما ايام الربيع العربي والتدخلات السعودية في الاحداث من اليمن للبحرين للمساعدة في اسقاط الاخوان في مصر والشرق الاوسط بالكامل واللي كانت سبب مهم جدا في تراجع شعبية اوباما وسقوط حكم الديموقراطيين لفترة رئاسية وتولي ترامب السلطة علشان كده بتلاقي الادارة الامريكية الحالية شطرة جدا في اتخاذ مواقف بدون اي مراجعة او الاستناد لتأديرات متعلقة بدور السعودية وقوتها مثلا ويمكن ده اللي مسبب الازمة الحالية والخلل الكبير في المواقف السعودية والامريكية من الحرب الروسية الاوكرانية او المواقف السعودي النفطي الحالي واللي السياسة الامريكية متضررة منه بشكل كبير جدا واضح وهو ان الخطوات والتحركات السعودية ما هي الا رد فعل على المحاولات الانتقامية من ادارة بايدن او بالتحديد من ادارة اوباما السابق اللي بيحكم من خلف الكواليس وان الامور مش بتتقاس بمبدأ المصالح الامريكية ولكن بمبدأ الانتقام من الحجبة الثانية لأوباما في الشرق الاوسط وتحديدا من السعودية علشان كده القرارات بتتم اتخاذها باندفاع كبير وبدون اي مقدمات ولا مراجعات ولكن وفق الفشل السابق فقط وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته